اشتركوا في القناة وتكلموا عن حوال التقطاقة وكذلك نجد هذا الأمر في كثير من نواح الإبداع الإبداع عملية تكون مزاج الناس فالناس كانوا الرجال كلهم بنقادل العملية أن يمشي يحضروا حفلة لعشة الفلاتية ولكن لما يجي تطلع المشاركة من هنا لفضاء ثاني بيعتبروا أنه دي أنتم ما تجوا هنا دي حقتنا أنا بلعب في الشارع بلعب مع بنات الجيران مع أولاد الجيران ما عندي فريق ما كنت قاعد عرف أنه ذاته في قصة بتاع البنات وأولاد وكلام زي دا ناس الحجلة بلعب معاون ناس الكورة بلعب معاون أنا رقب البوكسي ماشا مايو واحد سال أخو قال لي أخو مرته كيف قال لي مرته عبد ليه قال لي قالت دار تشتغل شاي قال ليش أنت اشتغل دي زول طوارد قيت البوكسي قلت بسواقق كيف ودي الكبسولة قلت قال عسكري بتاعنا زيننا أنا والرجال اللي اتنين دي لو نازل قلت لون نازل بسوء ستة شاي وانا ستة شاي ودي الشهاد بتاعت وعي غانوني أستي أنا استلامتها أستي ستة شاي ما لي من المفارقة بأن يكون نحنا في تاريخنا القديم أنه نحنا كن بذلك الوضع من المتقدم في تمثيل المرأة ونجي في التاريخ الذي فوقه انطلقت فوق الحريات وفي النداء للمساواة أنه يكون فيه هناك تراجعات في مستوى مشاركة المرأة في العملية السياسية أنا سارة محمود السيد ناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة متطوعة في اتحاد المقفوفين ولاية الخرطوم في المرحلة الجامعية وقع علي نوع من ممارسة العنف التعليمي يمكن القائمة على أساس الإعاقة فكان واحد من دوافعي في أنه أنا لازم أكون سند لكثير أو نقطة ضوء لكثير من غير من الأشخاص ذوي الإعاقة في أنهم استكملوا مسيرتهم العلمية لأنه أنا كان ربنا سبحانه وتعالى حباني بأسرة متفهمة الإعاقة جدا وكفت معايا ودعمتني وخلتني أتخطى المشكلة والقضية اللي أنا وقحت فيها كان فيه يعني نوع من التخوف يعني حقيقة من الأسرة فكانوا بيفتكروا في أنه أنا إذا في موكب مثلا ما فيه زول من ناس بيتنا لهم زول موسوق فيه من صحباتي من كده فما كنت قاعدة أكون أطلع المواكب يعني دايما لازم يضمنوا لي زول هم يكونوا واثقين فيه تماما في أنه على الأقل لو تم قمع أو كده فالزول ما يتجاوزني لكن كانت في بعض فكت بكون مشاركة في بعض المواكب مع صحباتي لما نكون في الاتحاد ومثلا نكون في موكب في عندي صحباتي عزياد ربنا يطراها بالخير فهي عيوني يعني في الموكب فبنطلع بنشارك فلما أكون يعني ما معاها ما بنقدر نطلع ما بقدر أطلع في الموكب لكن أنا كنت بشكل متلازم جدا قاعدة في وسائل التواصل الاجتماعي في أنه بكون برفح في كومنتات بوجه في الناس في أنه إخواننا مثلا في الموكب الكده الآن الكجر يمكن يكون أكبر من عدد الثوار فالناس يتوجهوا ليهم فبكسف برضو اتصالاتي مع الإخوة في لجان المقاومة في أنه إنتوا محتاجين شنو عشان أنا أرفعوا مثلا في الفيس أشوف مع رفيخ وأنه ممكن يجونا يقدموا ليكم شنو فكنا شغالين كده أي مساحة أو أي منصة بيعبروا من خلال الناس عن أفكارهم عن آراءهم عن توجهاتهم عن قدرتهم على التأثير على صفح صناحة القرار عن قدرتهم على صناحة السياسات عن قدرتهم على التعبير عن مطالبهم عن قضاياهم اللي بتهمهم دي مشاركة سياسية لكن لما نجي على عرض الواقع نسأل الناس يا جماعة السياسة بيتمثل لكم شنو والمشاركة السياسية بتعني لكم شنو بنلقى خلافات كثيرة شديد يعني مثلا في الدراسة نحنا قمنا بها دي في نساء كثيرين جدا عبروا بوضوح أنه هم لما نسمعوا كلمة السياسة المزادي مرتبطلون بالمحاصصات بيبقى الفكرة أنه كيف نحنا نحاول نوسع مفهوم المشاركة السياسية عند الناس لكن في نفس الوقت نكون فهمين أول حاجة هم بعرفوا السياسة كيف وبعرفوا المشاركة السياسية دي كيف أنا نوها عبد المحسن السكرتير نادي التحدي الرياضي الثقافي هو أول نادي لكرة القدم للسيدات في السودان من 2001 كنت ألعب كرة الغدم وأنا صغيرة في مدني عندي شغف كبير بكرة الغدم لكن للظروف الأكاديمية ما واصلت فيه ونصة بسيطة كده الناس بتشرف فيه شاي وقهوة وكده فساقين عجلات بيتقلم وكده عجلات ما عجلات فيه بنات بيسوقوا ما بنات بسوقوا وتلهم زور ما بيعرف يسوقوا عجلة يعني قل لي آي والله قل الأخواتي ما بيعرف يسوقوا عجلة ومنهم ما بيعرف تسوقوا عجلة وتلاخلاص تدارين شنو يعني ممكن نحنا كله سبوع ناخدتليه ساعتين نجي مقالوا نساعد للبنات دي عجلة دي دائرة توازن دائرة حاجات معينة وموضوع دو ممكن نكبر قدام بادرت مع مجموعة من الشابات إننا ننكوي مبادرة الدراجيات السودانية 2017 في أثناء التمارين جفر يغى كرة القدم للسيدات سار إدورد ومجموعة اللاعبات وتواصلت معاون ورجحت للشغف بتعليق قديم لكرة القدم لكن ما كلاعبة كلاعبة هاوية لأنه كان خلاص الزمن فات بتاعين وأنا أمارس كرة القدم بصورة محترفة فبجي كهاوية ألعب معهم كرة القدم وبشارك سارة في الآراء في مساعدة البنات على الفهم بتاع كرة القدم وكيف ربطها بالحياة كيف إنه نقدروا يكملوا الأكاديميات بتاعتهم كيف إنه نقدروا يناضلوا من أجل حقوقهم في إنهم بكونوا على قدم المساواة مع اللاعبين في كرة القدم في دور الممتاز في السودان بنعمل على ضغط غوي جداً على اتحاد كرة القدم في إنه اللاعبات يلقوا نفس المساندة من اتحاد الدولي لكرة القدم المشاركات العالمية للتدريب لفرص الرخص عندنا عدد أكتر من 30 سيدة بين أم بين فتيات في متوسط العمر بين مراهغات بيتلمسوا طريقهم للعالمية إن شاء الله نتوقع 2030 نادي التحدي لكرة القدم يكون عنده شعني غاري وشعني عالمي إن شاء الله فيه أنشطة كثيرة تانية بموباء النساء المجتمع ما قاعد يدعمل معها لأنها مشاركة سياسية مع أنه الأجهزة أجسام المطلبية الكثيرة دي والمجتمعية والنسوية والطلابية وجماعات الضغط المختلفة دي كلها في الحقيقة هي بتمارس عمل سياسي وقاعد تأثر على صناعة القرار السياسي بصورة أو بأخرى لكن الناس ما قاعدين يحتبروا المسألة دي مشاركة سياسية للنساء وفيه جزء كبير من النساء نفسهم ما بيحتبروا أنشطة دي مشاركة سياسية أنا هويدة عبد الرحمن صالح الطاهر من ملايذ غرب كورتوفان زولة مناصرة لقضايا النساء في مختلف مناطق الولايات التماس تقريبا لكن أصلا شغلنا في نساء الرحل أصلا سبحان الله بدأت حياتي الزوجية في السعودية وشاء الغدر أنه أنجبت طفلين الطفلين عندهم مشكلة صحية اللي هي الأنيميا المنجلية أو فغرة الدم المنجلي لما رجعت السودان لقيت الناس زيل ما في زول مهتمة بهم ما في منظومة لهم ما في وزارة الصحة ما مركزة معهم لقيت عيادة واحدة في مستشفى جعفر بن عوف بتشتغل مرة في الأسبوع بيجوليها آلاف أو مئات الأطفال من العالم من السودان كله ففكرت طوالفي أنه أنا لازم أعمل لي منظمة بدأنا نشتغل الشغل ده من 2008 طبعا بقي تطرق كل المؤسسات الصحية والمجتمعية والمنظمات العالمية والمؤسسات العلمية لقيت حتى داتا للحاجة دي ما فيه لحد ما 2013 اتوضع السياسات في وزارة الصحة الاتحادية لأول مرة عن المرض وعرفنا أن المشكلة دي ما في منطقة معين وفهم معين زي الفهم اللي كان موجود عند الأطباء في السابق أنه في 14 ولاية في السودان وكل المناطق اللي فيها المشكلة دي كلها قبائل يعني مكفولة قبائل أغلبة رعوية إذا كان بقاربة أبالة ضان ماعز يعني نفس الحكاية المشكلة دي يعني موجودة أنا أصلا عندي ولد واحد كان عنده المشكلة دي وصل لحد ما وصل لآخر سنة جامعية فكان قال له قبل ما يتخرج ماشي يزور مناطق أهله في غرب كل دفان المهم شاء الغدر إنه بعد 21 يوم من سفروا مني يتوفى فحقيقة يعني الناس كانت كلها متفاجئة في إنه أنا كيف حيكون رد الفعل بتاعي إنه دا ولد واحد وكده وحعمش فالأحل قالوا ياهو السنوية والذكرى وكده قمت قلت لهم لا أنا صراحة عندي حاجة غير لي ولدي فوضحت مشروع متكامل اسمه مشروع مازين الحاج للتوعية الشام للصحية والمجتمعية بمرضة الأنيمية المنجلية ففي ذكرى وفاته أطلقت المشروع دا لحد هسه الحمد لله لأول مرة نعمل مركز متكامل في مدينة الفولة وإن شاء الله حنعمل مركز في كل الولايات اللي فيها المشكلة دي فده كان الدافع القوي الشديد يخلي غادني لنساء الرحل فكرة المشاركة السياسية دي ما محكومة بس بينه شنو الشغل اللي اشتغلوه الناس في المجتمع المدني مثلا في السياسة محكومة برضو بينه شنو المساحات اللي كانت متاحة لهم شنو الظروف اللي كانت محيطة بهم شنو التحديات المعيشية التانية اللي كانت بتواجههم لو ما دا عملنا مع حاجات زي دي ما منقدر نفهم ليه الناس مثلا بيستبعدوا لأعمال الإنسانية والخيرية وما بيحتبروها مشاركة سياسية ليه بيشوفوا إنه لجنة المقاومة عملة الخدمة بتقدموا في الحلة دا ممكن ما يكون مشاركة سياسية ليه بيشوفوا إنه خدمة النساء مثلا دا مجتمعاتهم المحلية دي مع مشاركة سياسية دا دور محلي ودور خدمي النساء مفروضوا قموا بي وبطبيعة الحال عودين أحمد طوك أحمد من بنات العباسية تقدي جبال الشرقية ماليد 1963 حبوبة ليستة وعشرين سنة عمره ثلاثة أولاد وبيت أنا خشيته سوء لظروفة اقتصادية غاسية جدا قنا من ستة وتمانين بعد انطواضي جاء في النميل فالمهم قشينا ونعاني من الكشف وزمان في المجلس مجالس ما في محليات فلكننا كنت مصرة لازم أشتغل بالمطارد والجري وانا ساقنا مايو بجيب اللوري بجيب البوكسي قاعدت أفتش الغانون المحمين من السكشف قلنا غانون التعاون عمر إلينا جمعية تعاونية في 93 أول جمعية درونا في الغانون في البستر الفندقة الغيادة انطلقنا في الشغول عملنا جمعيات قليدة صغيرة الدونام بطاقات عشان تحمل من الكشف فكل القسف تتوجت بأربع سنة وخمسة شهور في سجن نساء من درونا كانت السياسات بتتغير في المحليات يجي محتمج يقول ليش لمن النسوان يجي محتمج يقول ليش لمن النسوان لما رجحت جيت وانتخابوني رئيسة فمن خلال الجمعيات عملوا لينا ورشة اسمها التحالف من التحالف تطلعنا بأنه نحن لازم نعمل اتحاد كثير من الدارسين من اتكلموا عن مشاركة سياسية للنساء بتكلموا عنها وكأنها شيء منفصل عن العلاقات الثانية الموجودة في المجتمع علاقات التنمية علاقات الاقتصاد علاقات القوة علاقات المنافسة علاقات الصراع لكل علاقات كثيرة شديد وبيتأثر بصورة مباشرة على انه نساء يقدر يشاركوا سياسيا او لا وبالتالي ذي ما احنا بنقدر نربط ما بين خروج النساء للعمل مثلا او مساهمتهم في القطاع الرسمي او مساهمتهم في الخدمة المدنية لازم برضو نفكر انه وجود النساء دين داخل بيوتهم عملهم في القطاع غير الرسمي مثلا مطالبتهم بحقوق اجتماعية ومدنية كثير شديد زي انهم يعملوا فريق كورة مثلا او انهم يطالبوا بحقوق النساء العاملات في القطاع غير الرسمي او انهم يشاركوا في منتديات برا او يطالبوا بتمثيل اكثر عدالة دي كلها برضو جزء من قضاء المشاركة السياسية اللي الدراسات الاكاديمية مثلا ما قاعد تركز عليها وبتركز اكتر على مواسطة الرسمية يعني سياسية الرسمية وضع المرأة بشكل عام في العالم ليس هو الوضع المثالي الذي يجب ان يكون عليه والحالة السودانية هي جزء منها هذا الكل وبالتالي التحرك تجاه ضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي اتخاذ القرارات الماسة بمستقبل البلاد هو حراك عالمي وبالتالي لا يجب ان يكون مجتزا ولا يمكن ان يكون مجتزا لانه بقى الثقافة هي متحولة ومتحركة وبقى في حوار بين المجتمعات نحنا ما دارين نخاف تاني الزمان بنشوفنا العسكري بنجري ساعتين وكنشوفنا ضابي الدبي موت عزير لكن استي انا بقعد مع مدير اذا افت الشرطة بتتكلم معاه لالحاجة الانا ديران منه اشيلو يحميني منه من العساكر من الناس الساكت الغانون قالوا ما بيحموا مغفلين نحن زمان مغفلين لكن الان ما مغفلين نحن الان واعيين وعارفين وفاهمين النساء الشركات في الحياة للرجال النساء ما بالضرورة هنا الامهات والاخوات والزوجات وشنو ما بعرف الليست بتاعت الناس ديلك فيه انماط بتاعة نساء اخرى غير النساء التقليدات في المجتمع فعلا الناس تقبلهم وذينا النساء اللي بقودوا الى تغيير اجتماعي البرد دي واضحة كبيرة ذالي يدوها لمنو يدوها لينا نحن عشان نحن نزرع نزرع عشان نعلم أولادنا وأولادنا ديل نحن صراحة النازكة ما علمتن وهزبتن وقدبتن في البيت وأول حاجة نشبعوهم عشان السلام أنا قلت بيطلع من البيت ترجمة نانسي قنقر